النهاردة معانا المهندس حسين هشام خمستاشر سنة خبرة في مجال البرمجة اشتغل في شركات كتير جدا منها شركة مايكروسوفت ومنها شركة فاليو عايزين النهاردة نعرف لو واحد لسه بدأ في المجال ازاي يوصل لشركات ملتي ناشنال زي مايكروسوفت او فاليو لو حد عايز يشتغل في فاليو ولو واحد عايز يغير الكرير يعني واحد هو كبير خلاص بس نفسه ان هو يشتغل في الشركات دي عايز يشوف في الدنيا ماشي ازاي برضو يقول لنا كده من الخمستاشر سنة الخبرة اللي عنده ازاي حد ممكن يعمل كده طيب انت سيبت مايكروسوفت وروح تفاليو انا عايز اعرف ايه اللي موجود في فاليو الجميل قوي كده عشان واحد بيسيب مايكروسوفت مايكروسوفت كل الناس عارفها فاليو مش كل الناس عارفها فاليو يعني هي شركة بتشتغل هي اسمها تير وان سبلاير تير وان اوتوموتف سبلاير معناها ان احنا بنشتغل بنصنع بارتس بتبقى موجودة جوه العربيات بتاعت الاوتومكيرز كميل فاليو في مصر بتشتغل في الار ان دي بتاع الصوفت وير اللي بيبقى موجود جوه العربيات دي او جوه البارتس دي طيب الصوفت وير ده بيبقى في الاخر بيرانع على حاجة اسمها مايكروكنترولر او مايكرو بروسسور ده بيبقى بروسسور بس او مايكرو كونترولر بيبقى لي مواصفات خاصة مش زي اللي موجود في الكمبيوتر البيسيز والبيرسنال البيسيز واللابتوب والحاجات دي بس مش زيها بالزبط بيبقى ليه معينة نهاردة بيبقى فيه حاجات بتحصل ما بين الابتس واجزاء موجودة جوها العربية ازاي ان احنا نعرف الحاجات دي ات لو ليفل ليه لو ليفل لان انت دايما بتبقى الحاجات دي محتاجة ترن يعني ببرفورمنس سريع جدا احنا بنتكلم النهاردة ان الميلي ساكنز بتفرق ممكن تفرق في حياة بني ادم لان دي في الاخر لايف كريتيك الابليكيشنز ان العربية لو انت دست فرامل ومفرملاتش انت دا في في مشكلة لو النهاردة انت مثلا العربية فيها اوتانوميس درايفينج الاوتانوميس درايفينج عمل ستيرنج ديستيشن غلط دخل في في حيطة ولا دخل في بتاع ما دي كل الحاجات دي بتبقى لازك كبيرة جدا فانت لازم الحاجات دي هي بترن اه ببرفورمنس سريع جدا جدا ولازم تكون سيف جميل يعني يعني شغل لك في فاليو انت بتعمل ده بيتحط على العربيات وانا لازم اخد بالي قوي لان العربيات دي بتمشي في الشارع فممكن الغلطة صغيرة في صفتوير تموت بني اده ده بزرق في حياة بني اده بزرق طيب الشغل اللي انت بتعملوه في فاليو موجود في انواع عربيات ايه ايه العربيات اللي فيها الصفتوير بتاعه كل البرانز اللي موجودة في العالم مرسيدس بيم دابليو في دابليو اه جي ام بقى بكل حاجات الحاجات بتاع جي ام رينو يعني تويوتا كل يعني كل العربيات اللي في العالم الصفتوير اللي فيها من فاليو انت انت صفتوير وهاردوير يعني فيه بارتز بتبقى ركبة في العربية جاية من من فاليو بالصفتوير بتاعه جميل الحاجات دي بقى بتتبرمج بايه ايه اللغة تتبرمج اللي استخدمها. يعني خلينا نقول مين لي طبعا سي. يعني دي الحاجة الاساسي اللي بتاع موجودة فيها وفي حاجات بيقوم موجود فيها سي بلاس بلاس. جميل يعني العربية اللي في العالم كلها كلها شغالة بالسي. طبعا. طبعا. طب في واحد كلمنا بيقولنا السي تلغى من خمس سنين. ما عايز عرب. لا يعني ممكن تقول له لسه ما تلغيش. في لسه لازم بتشتغل بالحاجات دي لان هو النهاردة انت عشان تقدر بتعمل حاجة بال. انت بتبقى محتاج يبقى عندك فول كنترول على الهارد وير. فول كنترول بقى على الميموري على البروستسر على الاكسليريترز اللي بتبقى موجودة على لو فيه جي بيو لو فيه حاجات زي كده كل حاجات اللي لازم بقاليك فول اكسس عليها انت اللي بتكنترول شكل بتاعك هيبقى بيران ازاي وهيبقى الميموري بتاعته متقسمة ازاي. فلازم ما عندكش حاجات تانية تعمله غير بسي. كمير طيب دلوقتي خلاص احنا عرفنا العربيات كلها كلها فيها وكلها بالسي وفي حاجات بالسي بلاس بلاس بلاس. طيب بس انا لو عارف بس عمر يو حامل مفيش غلطة او بيجري سريعا محتاج شوية مهارات تانية عشان السوفتوير ده بقى سريع. صح كده? اللي هي ايه? دي بقى حتة تانية اللي هو النهاردة ازاي ان انا اعمل دي فيها جزئين? في اول حاجة ان انا اعرف اكتب كود ده اللي هو يعني لو النهاردة باكتب سوفتوير. السوفتوير ده بتاعته قديه. فلو حاجة مثلا انا قدرت ان انا انزلها مثلا من ان سكويرد لان اكيد دي هتبقى احسن. دي حاجة. والحاجة التانية ان انا بقى فاهم بتاعت المايكرو كنترولر اللي انا اشغال عليه. طب هو دلوقتي ان هو مثلا انا عندي كورز. وكل كور عنده بتاعته. وممكن يبقى فيه ما بين الكورز وبعضها. فازاي ان انا بوزع بتاعي. اكروس الكورز. وازاي ان انا بقدر ان انا اعمل ما بين الكورز وبعضها. كل الحاجات دي. لا دي مهارات انا محتاج ان انا بعرفها. ازاي ان انا اعرف اتعامل مع حاجة زي كده. لا دي مهارة. دي مش حاجة مش مجرد انا كتبت كود بس. لا انا كتبت كود. وعرفت الكود ده هيران ازاي على الهاردوير في الاخر. جميع. الكمبلكس تي اللي انت ذكرته ده موجود في الالجوريط. طبعا. عشان تعرف تتعلم الالجوريط محتاج. طبعا. التاني بقى الكورز انت محتاج هاردوير ده كورس بالزبط. بالزبط. لازم تكون فاهم يعني ايه لازم تكون فاهم يعني ايه كومنيكيشن. لازم تكون كفاهم كمان انت النهاردة كل اوبريشن هتعمالها النهاردة على الهاردوير ده. ايه الباور كونسومشون بتاعها في الاخر العربيات بتشتغل معظم العربيات اللي هي موجودة حاليا مش الكتريك بتبقى شغالة بالبطاريات خمسين واط والستين واط والحاجات دي. البطاريات دي في الاخر هي بتاعها في الباور مش كبير. فانت وده بي بيغزي العربية كلها عشان تقدر النهاردة لو عندك حاجات الكترونيك. انت عايز تشغلها بالباور بشكل كمان تبقى لازم تخلي بالك من الحاجات دي. لازم تخلي بالك كمان من الهيتنج. الحاجات دي بتسخن. لعني كل ما هتبقى انت البروسسينج بتاعك ده لما تبقى عندك. مثلا لابتوب بتاعك لما بتلاقي عامل حاجة هيفي بروسسينج بتلاقي صوت الفان قاعدة شغالة جامعة جدا. ليه? لانه هو سخن. البروستور بيسخن. فانت كل الحاجات دي لازم بتبقى اخدها في الاعتبار. هل في فرق العربية الالكتريك مثلا مش هتشتغل بالسي يعني بيدي السيسمس اللي جواها مش هتتبرمج بالسي ولا لسه برضو حتى العربية الجديدة كله بيتبرمج بالسي. طيب هو طبعا فكرة ان النهاردة ان الباور سورس نفسه في العربية الالكتريك يعني كبير. فده بيدي مجال ان احنا بنقدر نستعمل باورفول اي سي يوز بقى. دي النهاردة زي مثلا الحاجات بتاعت نفيديا الحاجات اللي بيقى فيها جي بيوز وباورفول جي بيوز وحاجات زي كده. فدي اه دي ممكن نحن ببتدي نستعمل حاجات تانية. بس انت في الاخر هتلاقي ان انت مش كل الحاجات انت محتاج تبرمج فيها غير يعني المجوريتي هتلاقي هو السي. بعض الابليكيشنز ممكن تحتاج تبرمج حاجات تانية. اهم حاجة عن السي كده. يعني حتى العربات الجديدة اللي نزل الكهرباء ما انا برضو مش هستغن عن السي. يعني مش حاجة اقول السي ده خلص. ده الاساس. يعني خلقوا ده الاساس. احكي لنا بقى البداية خلص. اول حاجة كانت فين? بدايتي كانت في حاسبات القاهرة. اه وانا في الجامعة ابتديت ان انا الاقي ان في حاجات اتجاهات تانية انا محتاجة ان انا اخدها عشان اكون من الناس المتميزين. والناس المتميزين في المجال بتاعي. كنت انتريستت جدا في حتة البرمجة. اه كنت بحبها جدا. وشايف ان هو المحتوى اللي احنا كنا بنشتغل عليه في الكلية بس مش كفاية. شايف ان هو مش هيخليني ان انا متميز في المجال ده. وهنا ابتديت ان انا ابقى انتريستت اكتر ان انا اتعلم حاجات جديدة. اه حاجات مختلفة. ابتديت زي حاجات زي اللي على قبل والحاجات دي كانت عشان اقدر اتعلم. انا محتاج ان انا اعمل مجهود اضافي برا الجامعة عشان اقدر ان انا ادخل في المجال ده. والمجال ده كمان الظريف فيه ان هو فيه بقى مسابقات وفيه حاجات عشان برضو تقدر تقيم نفسك وتقيم مستواك وتقيم البروجرس اللي انت بتعمله على مدار السنين وعلى مدار الوقت. الحمد لله يعني اعدت حوالي مثلا خمس سنين في المجال ده. الخمس سنين ده الفرق معي جدا كنت يعني الحمد لله من الناس المحظوظين ان انا كنت وورلت فاينالست. ودي كانت البداية يعني البداية اللي كانت الانطلاقة اللي منها اتعلمت حاجات كتير قوي. يعني يعني هقدر اقول ان الحاجات دي مش بس علمتني برمجة بشكل قوي وحاجات كده. تي حاجات بقى في في بناء الشخصية نفسها في ازاي ان احنا بنتعاون مع بعض ازاي ان احنا بنعلم بعض حاجات ازاي ان يبقى عندي مشكلة لان انا حد بيعايز يساعدني فيها ازاي ان انا بروح وساعد الناس اللي معايا. دايما احنا بنفكر كتيم ازاي ان التيم ده يبقى عنده كل اللي تخليه يعرف لو دخلنا نعرف نكسبها مع بعض. لو دخلنا في معين ازاي نعرف نحله وهكذا. طي جميل جدا يعني انت انت اول ما دخلت الكلية اكتشفت ان الكلية واحدة مش كفاية. انا لازم اعمل حاجة زيادة. عشان برضو في ناس عندنا من سنوي يقول لك لا انا انا ان شاء الله هدخل كلية حاسبات. فخلاص بقى انا مش هذكر برمجة مش هذكر بره انا مستني الكلية هي الكلية ان شاء الله هتخلينيه جامل. انا انا متفق معك ما في المية. في حاجات كتير قوي انت مش هتعلمها في الكلية في الاخر الكلية بتحطك على الطريق اللي هو لكن لو انت عايز تبقى متميز فانت اكيد لازم هتعمل مجهود اضافي من وقتك من حياتك من من متعتك من اجاستك من حاجات كتير قوي انت لازم انت هتدخل تعمل حاجة مختلفة عشان تبقى متميز. ده اللي اللي عايز يبقى متميز. طيب جميل يعني انت اول ما دخلت الكلية اكتشفت الكلية مش كفاية فاتعلمت حاجات تانية زي وخلاص تعلمتها بقيت شاطر فيها وانت وصحابك مع بعد كده بقى ازاي دخلت ميكروسوفت. النقلة بقى حصلت ازاي? يعني النقلة دي كانت فيها فيها حاجات كتير يعني اول حاجة انا كنت محتاج اصلا الاول ان انا كمان بعد ما بقيت ان انا انا رحاءات paraphrade والعواف اوني hastrangers او 재미 drastically انا محتاج ان انا اعرف technologies technologies دي بقى ازاي ان انت يعني تبقى دي بقى الحاجة القوية اللي انت محتاج برضو يعني تبقى عارفها عشان تبقى ما دي مش حاجة مش حاجة سهلة. دي تانية لوحدة. يعني لان السوفتوير مش بيبلد ان هو ان انت مجرد بتعرف تكتب كود. طب احنا ازاي هنرتب الفيتشورز بتاعتنا اللي هنعملها. طب شكل نفسها هتبقى عاملة ازاي. طيب الحاجات دي لو هننتجريت كزا حاجة مع بعضها. طب الانتجريشن ده هيبقى عاملة ازاي. ففيه حاجات دي بتخليك بتحتك بحاجات كتير قوي. وخبرات كتير جدا. ليه عاجده على الكلاود ولا هتحطه على حاجة طب انت هتعمل ولا هتشتغل مسلا على كل الحاجات دي بتفرق. خبرات مثلا زي طب انا ازاي اعمل وحماية للابليكيشن بتاعي والسوفتوير بتاعي لو انا عايز اعمل حاجات ليه علاقة بسايبر سيكوريتي. حاجات ليه علاقة بانكريبشن حاجات زي كده. ازاي هعمل حاجات زي كده. فدي خبرات ليها علاقة بازاي ان انا اصلا هبلد السوفتوير. فيه حاجات برضو ايه علاقة النهاردة احنا بتشتغل كتيم. طب التيمز دي بتشتغل ازاي? ودايما الناس مع ناس بتشتغل ترادشنال وناس بتشتغل اجايل وناس بتورجنيز و اجايل ده عشان ابقى قادر ان انا اعرف اخد الخطوة دي واعرف ان انا ابقى يعني متشنج بتاعة الشركات الزي دي. عشان اقدر اعمل الخطوة دي انا اشتغلت قبل ما اتو صفتوير اشتغلت في شركتين شركتين صغيرين شركتين كانوا يو اس بيزت وكان اه خلينا نقول السوفتوير سنتر بتاعهم في مصر. اه حاجتين كان هما اللي مساعدين على ده. اول حاجة طبعا الحاجات اللي كانت قرادي موجودة في الشركات دي لطريقة اللي كنا نشتغل بيها. وفكرة ان انا كان دايما عندي الماينسات بتاعة دايما ببص ازاي ان انا عايز اعمل الحاجة دي بشكل احسن. فمسلا احنا دلوقتي عايزين نعمل نعمل جديدة. طب الجديدة دي ايه الفيتشرز اللي تبع موجودة فيها? طب ازاي نقول طب والله هل نهاردة عايزين نعمل دي بعد شهر? طب ايه هي الحاجات اللي هنقدر نعملها في خلال شهر. فده دخلنا في حاجات كتير وجربنا حاجات كتير زي ان احنا ازاي نعمل لالفيتشرز بالوقت وبالساعات وبالايام وحاجات زي كده. وفي حاجات تانية دخلنا فيها اللي هو نعمل حاجات زي اللي هيا البوكر جيم ازاي نلعب اللعبة دي. واجربت حاجات كتير. الحاجات دي كانت بتعلمني ازاي ان انا النهاردة اقول وله انا لو عشان اقدر أتکومت على ديليفوري او رحلية بشكل معاين هتبقى من قلال تجارب من خلال ان انا نهاردة بعمل حاجة اسمها استيميشن للفلوستي بتاعت التيم ومن التيم دي اقدر احساب حاجة زي كده. فدي حاجة حاجة تانية اللي هي علاقة بالتكنولوجيز زي انا نهاردة اتعلم التكنولوجيز اللي موجودة في مايكروسوفت. مايكروسوفت دي بتشتغل بايه. هل هم عايزين سي و سي بلاس بلاس ولا عايزين سي شارب ولا عايزين دوت نت ولا عايزين ايه. طب دي دي حاجة. طب لو انا هشتغل مثلا الحاجة اللي يعليه علقة بالفرنت انت بالفرنط انت ده. اه ال lo мوجود هناك هل هو gescl thấy cz market is eth ml. او css. ولا انا لازم اتعلم فريمورك مثلا حاجات زي مثلا for example anger or react الا افعلم ليعرف اي هي الحاجات المطلوبة في المكان ده. عشان ابدهjin انا فيشتغل عليه. وفي برضه حاجات تانية لو وم Hok breach общ calls online data science. او machine learning. دي برضه حاجات لازم بفكر فيها لو المكون هناك حاجاتي بيشتغل بها ان اعلم. مايكروسوفت كانت بتريكوار اكتر حاجات لي علاقه بالديتا إنجينيرينج والديتا ساينس في الناس في التيم اللي انا روحت اشتغلت فيه مع بعض الحاجات لي علاقه بالديف الكوت فبتتيت اتعلم وبدأت ان انا ادخل على حاجات الاملاين بلاتفورمس بتاعة الكورس وبدأت ان انا اشتغل ان انا اجين الاكسبرينس دي كانت حاجات بالنسبة لي جديدة وعمري ما تعلمتها شوف ازاي ان انا استعمالها ازاي ان انا افكر حتى في الطريقة اللي بافكر فيها عشان حل معينة كل الحاجات دي كانت استعداد للخطوة دي. انا عايز اخد من كلمك حاجات كتير بالدروس مستفادة بحيث ان انا دلوقتي وانا لسه بدأ اعرف اعمل ايه? اول درس منهم. انا البداية عندي محتاج ان انا اعرف وطبعا اكيد لغة برمجة عشان اطبق على الحاجات دي. وبعدين انا كده فهمت الاساسيات بس انا انا عارفش ابني سوفتوير مش عارف ابني سوفتوير محتاج ان انا اشتغل في شركة صغيرة عشان اقدر افهم الحاجات دي بتمشي ازاي والسوفتوير بيتبيني ازاي واخد الخبرة دي. بعد كده انا بقى عايز اكبر شوية وروح شركة اكبر. فالشركة الاكبر لما اروحها لازم اعرف الشركة الاكبر دي التكنولوجي اللي يشغلين بيها ايه? وابدأ اتعلمها. فالحاجة التانية بقى اللي اقدر اخدها من كلامك ان انا هتعلم على طول. يعني انا مش وانت اعملت حاجة افضل ماشي فيها على طول. لأ انا كل خطوة بتعلم في حاجات اكبر عشان اوصل للخطوة اكبر بعد كده. اكيد. فعلى طول بتعلم. اكيد. والشركة كمان اللي انت عايز تروحها هي بتحدد على حسب هي نوع الشركة دي ايه? يعني ايه? يعني الشركات مثلا اللي زي مايكروسوفت وزي جوجل وزي فيسبوك وامازون وشركات دي هو دايما بنوعية البرودكتس اللي هو بيعملها هي برودكتس بتسيرف ملايين ومليارات من البشر. فهو دايما هيبقى بيدار عليه انك تعمله الحاجة بشكل اوبتمال بتبقى اوبتمال دي معناها ان هي النهاردة تبقى سريعة تبقى ريسبونسف تبقى شكلها كويس تبقى سهلة في الاستعمال. وفي نفس الوقت ان هي تقدر تخدم الاعداد الكبيرة قوي دي. ده موديل. في موديل تاني من الشركات تانية. لا هي مش محتاج هو ما عندوش اليوزر بيس دي. هو النهاردة مثلا لو خدنا مثلا كمثال البنوك. مسلا بانكينج سيكتور عموما. البانكينج سيكتور هو مش محتاج حاجة زي كده. هو محتاج اكتر ازاي ان انت عندك فيه سيستمز كتير جدا بتبقى موجودة في البنوك. ازاي انك تعرف تعمل ما بين السيستمز دي. ازاي تعرف تعمل بشكل كويس. ازاي ان انت عندك حاجات مثلا باولد تكنولوجي اتعملت بقى لها من عشرين سنة احنا عايزين نعمل لها اوبجريد دلوقتي ونعملها فهتلاقي مختلف. انت لازم تبقى فاهم طبيعة المكان او الشركة اللي انت رايح تشتغل فيها. وده هيحتم ايه هي نوعية والقدرات اللي انت محتاج تبنيها عندك عشان تقدر تروح لحاجة زي كده. دلوقتي انت قلت حاجات كتير جدا. انا دلوقتي كل كلمة من الكلام اللي انت قلته ده ده كورس الواحدة. انا واحد لسه بادئ. انت توهدني. انا هتعلب دي ولا دي ولا دي. انا هو الهدف دايما في بداية الكرير كل واحد محتاج انه يجرب كتير. انا محتاج اجرب بس عشان قبل ما اجرب انا انا محتاج ابقى فاهم. انا محتاج ابقى فاهم هو ايه ده بالزبط. يعني الشخص اللي بيبقى فاهم الديفوبس ده بيعمل ايه? والفرونت ان ديفلوبر ده بيعمل ايه? والراجل بتاع البي اي ده بيعمل ايه? ما دي كلها مجالات مختلفة. لو انا فاهم كل واحد ايه بتاعته? وايه المطلوب منه? في حاجة منهم في الاخر هبقى عايز ان انا حابب اكتر ان انا عملها. بس انا لو كل دول ايه الحاجة المشترك العامل المشترك ما بينهم? ان انا ابقى راجل شاطر في البروغرامنج. باعرف اكتب كود كويس جدا. وعندي تكنولوجي معينة انا عارف دي اعرفها بالتفصيل وحافظها. ده بيخليني بعد كده ان انا اقدر ادخل لحاجات تانية كتير. لكن الحاجة الاساسية بتعرف تكتب كود ولا? ده جميل جدا جدا جدا. يعني عايز اقولك احنا في جمالتك بنعمل كده. اول مرحلة. انت بتتعلم لغة برمجة. بنبدأ بالسي بعين سي بلاس بلاس وبعين داستراكشرز والجريد. ولازم تجيب في الانتحامنج في المياه. اوكي. بعد كنت بندخل لتاني مرحلة بقى اللي انت بتقوله بالضبط بجرب حاجات تدير. بتدخل في الشركة في اقسام مختلفة. كل قسم يعني المديرين بتوعك شايفين انت شطر فيها. وانت مبسوط وانت بتعملها. او ما نلاقي بقى الحاجة دي بتشتغل فيها سنة لحد ما تتقنها. بالزبط. ومن ساعة تبقى بتبدأ تدخل سوق العمل. وطبعا ما فيش تكنولوجي واحدة. انت لازم كل يوم تتعلم. شوية بتطلع حاجة جديدة. تعلم فلو مبسوط قوي ان انت بتقول كده لان هو ده بالزبط اللي احنا بنعمله هنا. طيب ده موضل عام احنا بنعمله مع كل الناس سواء كان دخل حاسبات معالمات او لأ او دخل كلية اصلا لها علاقة بمجال البرمجة او لأ او واحد كبير عايز يغير مجاله. هل انت شايف ان نفس الطريقة دي تنفع مع كل الناس كبار وصغيرين ودخل كليات او مدخلش كليات ولا في اختلاف ما بين مسلا واحد بيغير مجاله واحد صغير لسه بدء. اي حد اي حد ينفع يعمل الموضوع ده بس هو اهم حاجة بتاعته عاملة ازاي? يعني كل ما الحد هيب عنده قوية الحاجات اللي علاقها بالبرمجة بالالجوريزم بالحاجات دي طبيعي ده هيخليك هيساعدك جدا 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 بعد كده ان انت تختار بسهولة انت عايز تروح فيه. في حاجات تحبها اكتر وفي حاجات مش هتحبها. هتلاقي نفسك ان انت في حاجات انت بتبقى تركيبة دماغك وتلاقي نفسك وانت بتشتغل فيها انت مرتاح اكتر وانت بتعمله. في ناس مثلا كمثال في ناس عندهم حس فن هو بيحب النهاردة ان هو يفنن ويرتب ويعمل حاجات شكلها منظم وكده. في حد عنده قدرة ان هو يطلع المشاكل اللي موجودة في السيستم وبيعرف يوصل لسيناريوز ممكن تكون صعبة لاي حد ان هو يكتشفت. فده مسلا يحب يشتغل في التستنج قوي. في ناس بتبقى انتريست جدا فكرة الايثيكال هاكينج بقى او ازاي اللي يلاقي الباك دورز اللي موجودة في السيستم وحاجات دي يحب مسلا يشتغل سيبر سيكوريتي. فكل حاجة من الحاجات دي هتلاقي انت بتحب حاجة بس دايما هتلاقي دايما الحاجة الكامل اللي مبينهم ان هو بيعرف يكتب كود بيعرف النهاردة انه يستعمل التكنولوجيز ويستعمل حاجات اللي هو متعلمها ازاي ان هو دي كتول تساعده في الحاجة اللي هو بيحبها. جميل جدا بقى الاساس قوي وبعدين اكتشف اللي انا بحبه وبعدين استخدم بقى الاساس القوي ده في الحاجة اللي انا بحبها. بالزبط. اشتركوا في القناة